السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت لكم تاني النهاردة كان معنا الحمد لله لقاء كبير جدا مع السيد رئيس بصلحة الدمغة سيادة اللواء عبدالله منتصر اللي سلمنا اول جهاز في مصر لعمل البركوت. طبعا يسألوني هو ايه جهاز البركوت دوت? هقول لكم يا جماعة دلوقتي احنا عاوزين ننهي من السوق الدهب المصري قصة الغش التجاري اللي حاصل في كتير جدا من المنتجات اللي يقول لي انا شارع ب 30 جنيه و 50 جنيه جرام غوايش وحاجات ونتطلع في الاخر غوايش ايارات واطية وحاجات مش مزبوطة لذلك احنا مصلحة الدمغة بالاتفاق معنا قلنا ان اللازم هنعمل اه حاجة زي الدمغة باركوت موجودة على قطعة الشغل ما يتزورش وهتبقى قطعة الشغل دي حضرتك باسمك متسجلة في مصلحة الدمغة خارجة وانتي بتشتري من عندنا الفاتورة الجهاز دوت هيسجل ان مصلحة الدمغة مثلا مثلا يعني اشترت السيدة فلانة الفلانية ده من عند مثلا محل القدس او من اي محل تاني في الحالة دي انت حضرتك بقى قطعة الشغل دي مسجلة باسمك حتى لو قدر الله لو اتسرقت اللي سرقها ده مش هيعرف يبعها لان هيروح لا دي باسم مثلا مثلا نادى طب فين نادى انت مش نادى لازم نادى اللي تبيحها ببطاقتها حتى لو الفاتورة بتاعتك ضاعت بس هي متسجلة باسمك وانت معاكي بتاعتك هتعرف ببيحة الشغل طبعا مشروع كبير جدا مجبار بقى اننا سنين بنحاول فيه آآ وان شاء الله بازن الله بدأ اول خطوات وهيت ده اولا بيحافظ على ان انت عارفة هتشتري قطع شغل ما فيش قطع شغل هتبقى مضروبة تاني في السوق النهاردة كنا مع رئيس السيدة رئيس المصلحة قلت له ان احنا عندنا 60-70% من الشغل في السوق مع الاسف مضروب وتحت بير السلم دمغات وهم عارفين لذلك الناس بيجتهدوا جدا 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 في الموضوع ده عشان تبقي ما تخديش حاجة مخشوشة طبعا الكلام ده هتلاقيه في المحلات الصغيرة هتلاقيه في الناس اللي هي ما بتتعملش مع الكينات الكبيرة الشركات الكبيرة مصر توقتي فيها شركات كبيرة جدا ماستر جولد كرمينا كينجولد ايجيبتو جولد لازوردي وغيرها من الشركات الكبيرة اللي لازم وانت بتشتري تبقي عارفة بتاخدي ده موضوع البركود يا جماعة اللي انا كنا بنتكلم عليه النهاردة وان شاء الله يبقى لينا مقابلات تانية ولقاءات تانية في التلفزيون وفي الاعلام عشان نوعيكو بان انت بعد كده بعد فترة خلال سنة مثلا لازم عشان تشتري اي حاجة تقول له سمحت ده داخل على منظومة البركود ولا لأ داخل على منظومة البركود ولا لأ عشان تضماني ان دهبك ده سليم ومظبوط جدا 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 الآن الكينات الكبيرة اللي انا بتكلم عنها والشركات الكبيرة انت تأكدين ان عيارك مظبوط ودهبك مظبوط والدمغة مظبوطة ولكن بعض الناس اللي بيلجأوا للاسعار المصنعيات الرخيصة قوي قللهم يا جماعة ماهده لا دمغة مظبوطة ولا عيار مظبوطة وبيواجهنا مشاكل في الموضوع ده كبيرة جدا 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 بذلك الدولة يعني جاهدة بتحاول ان هي تصلح الموضوع ده على فكرة مع الشرفاء من اصحاب المصانع الكبيرة واصحاب محلات التجزئة اللي عاوزين الموضوع ده يخلص تماما من مصر وان شاء الله هيخلص تماما من مصر عشان سمعة الدهب المصري تبقى القبضة وانتوا لاحظتم في الفترة الاخيرة انا ما بجيبش حتة شغل غير مصري واقوى من الشغل الايطالي ودلوقتي انا اعمل لكم لايف بسيطة اهو اه يعني انا خلصت في مصطحة الدمغة وكنت بعد كده في مصنع ماستر جولد عشان اعمل لكم الشغل ده ويا ربي اعجبكو بعيه اه الشغل الجميل ده اللي قدامنا دلوقتي اهو انتك شركة ماستر جولد كويس اه حد بيسألني النظام ده مش هينفع عشان لو فلان مات يعني فلان مات دي حضرتك حالة فردية جدا وهيبقى احنا لسه بنخطب اتنخش مع السيد الرئيس المصطح في الموضوع ده هيبقى فيه اقارب الدرجة الاولى يعني واحدة بنتها مثلا هي توفت صحيح اه ممكن بنتها ببيع الحاجة ممكن ابنها يبيع الحاجة مفيش مشكلة خالص النظام معمول مش عشان تعيدي الناس قد ما هو معمول عشان حفظ حقوق حضرتك عشان لو حضرتك اه حاجتك ضاعت اللي اشتراك او تسرقت ما يعرفش يبيعها تاني لان هو المشكلة ان هو دلوقتي الدهب بيتاخد بيتسرق من البيوت والشواء بعض الناس بتعرف تصرفه وببيعه بعض السياغ بيبقى ما هواش اه يعني على قدر كبير من الثقة ان هو ياخد الحاجات المسروقة دي مع الاسف لا بيسأل على الفواتير ولا بيطلب ان الناس تبقى عندها يعني فين بطاقتك فين حاجتك يعرف الحرامي طبعا ضيق بيمشي ما تقوله هات البطاقة بتاعتك عشان هتمضي اقرار ان الحاجة دي بتاعتك بيمشي يعني النظام ده الغرب منه المحافظة على صمعة الدهب المصري اللي هي دلوقتي بقت سيئة جدا جدا زي ما انتوا عارفين برا بسبب الموضوع ده وده والحمد لله اتحسنت كتير في الفترة اللي فاتت بسبب ان احنا الحمد لله رب العالمين بدأ الشركات المحترمة الكبيرة تعمل لوجو ليها واللوجو ده طبعا مفيد جدا 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 لنا كلنا انا محتاج منكو يا جماعة ان انتوا دايما لما تيجي تشتريوا حتة شغل حتة الشغل اللي نشتريها دايما تبقى من مكان موصوق فيه حتة الشغل نفسها اللي انت تشتريها تتأكدي هي دي بتاعت مين وبيجيني ناس كتير بيطبقوا الكلام ده علي انا اول حد ومفصوط جدا ما هو انا عاوز كده انا عاوزك تعرفي انت شارية ايه ومنين وبتاع مين ده حقك مش هو محل دهب وخلاص لا وطبعا كل الاماكن هيبقى موجود عليها المحلات الدهب هيبقى موجود عليها الكلام دوت بالزبط ده بايه وبكام وتشتري ازاي بطريقة البر كود دي وهتبقى مكودة باسمك وده هيبقى دايما موجود علي باب المحل طيب حاجة تانية بقى مهمة اول 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 انت دوقتي حضرتك هنوصل لوقت ان الحتة الدهب دي لو مرميها على الارض محدش هيوطي يجيبها لانه مش هيعرف يبيعها ما هو لما يجيني يقول لي انا اسامة مش عارف مين لا اقول له قاسف انا بضرب كده بالبر كود عندي في الجهاز دي خطعة تشدها بدي كتشرياها مثلا زي ما قلنا ندى حضرتك ايه علاقتك بندى انت جوزها مثلا ممكن نشتريها منك اخوها ابوها لا مفيش حد من ده خالص يبقى قاسف انا مش هقدر اعمل معاك حاجة خالص 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 زي ما قلنا طبعا الموضوع لسه في اطار التجربة واحنا اول ناس هيجرب الكلام دوت وان شاء الله باذن الله يكون الموضوع اه جيد جدا ونحافظ به على اه الدهب بتاعنا الدهب بتاعنا ده يا جماعة صروة صروة البلد وصروة الاشخاص هو في الدهب اللي موجود عندهم بس فلازم نحافظ عليه بكل الطرق طيب حتدي النهاردة بالغويشة الجميلة دي اللي عملتها لنا شركة مستر جولد اهيه والغويشة دي يا جماعة وزنها اتناشر جرام تقريبا الغويشة دي من البحريني اللي هي اللي انت شايفينه كده بلونه جميل اوي 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 دوت وشركة مستر جولد تتميز دايما بالنهاية بتعمل لنا شغل متين جدا اهو شايفينه عامل ازاي الغويشة الغويشة كل اللي شغلها هي مفرغة بس في نفس الوقت مبطنة طبقتين واثناشر جرام ودي حاجة رائعة ان بفي غويشة بالحجم ده اتناشر جرام طبعا انا عاوز اقول لكم على حاجة كويس اه ان ماستر جولد اول شركة عملت لنا الالكترو فورم اهو زي ما انتو شايفينه والالكترو فورم 8 جرام و 7 جرام الغويشة دي 8 جرام بالحجم ده 8 جرام و 7 جرام حالي اتخيل حد ان غويشة بالحجم ده 8 جرام و 7 جرام لا هقول حاجة بقى ويبقى لي السبق ان اول حد يقولها ترقبه خلال فترة قصيرة جدا غويشة من 3 ل 4 جرام بنفس المتانة دي بنفس الجودة دي بتقنية عالية جدا عيار 21 عارفة يعني ايه غويشة 3 جرام و 4 جرام يعني حضرتك هتلبس غويشة ب 1500 جنيه ايوا يا فندم ايوا وان كان غير مصرح لي حاليا انا معايا سوارها وان كان غير مصرح لي حاليا من المنتج وطبعا المنتج بتاع الغويش اللوكس في مصر انتو عارفينه مش اقول اسمه بس طبعا كلكم عرفته واللي عرف لو سمحت يقول اسمه كذا عشان نقول له ما هو دي فزورة بتاعت النهار ده مين اللي هيعمل في مصر الغويشة 3 جرام والاربعة جرام الغويشة العيار 21 تتوقعوا مين اقوى حد في الغويشة في مصر الان يقدر يعملها الغويشة دي ملونة شايفينها الغويشة الملونة شايفينها الغويشة دي يا جماعة 13 جرام دي انتاج مصر جول طب هم عملوا منها الـ 12 والـ 13 اهو واحدة ملونة اللي على شمالي اهيه لو انت بصة في الشاشة اللي على شمالي والتانية الصفرة خالص اللي على يميني تمام طبعا الناس دي ما بتنامش قاعدة عشان تنتج بس وتشتغل وكل يوم تطلع علينا موديلات جديدة كل يوم تبهرنا تجنننا مش تبهرنا كويس طيب طبعا لحليم ولا أندريا في حد فاز دلوقتي مش اقول مين هو ماما نوجة برافق عليك يا ماما نوجة ماما نوجة هي اللي فايزة وطبعا ليه لأن هي عرفة واه في حد تاني برضو اهو بس هي الله الله كله بيقول ماستر جولد يا جماعة كله بيقول ماستر جولد صحر كمان بتقول ماستر جولد واناس وحد تاني مش عارف اقرى الاسم صراحة جري بسرعة من قدامي وايمان بتقول ماستر جولد طبعا اما شوف برضو الباقي هيقول ايه في ناس كتير بتقول شركات تانية مش هي ماما نوجة انت الاول ايوة يا ماما نوجة انت الاول صح الراحيك المختوم احنا بنشكرك جدا انت دايما متابعانا الاستاذة هودا برضو ماستر جولد كل الناس يا جماعة بتقول ماستر جولد عارفين ده ايه عارفين ده ايه ده النجاح النجاح بتاع شركة ماستر جولد الرائعة الغوشة دي الواحد وعشرين جرام والعشرين جرام الحموسة التقيلة لا احد في مصر يستطيع ان ينتج الغوشة دي غير حد واحد بس اه اكيد ماستر جولد احنا هنجاوب في اخر الحلقة وهنقول هي شركة مين وطبعا يعني الناس كلها مجتمع على حاجة واحدة يا رب تبقى هي الحاجة دي وانا حاسس ان هي تبقى الحاجة دي ان شاء الله باذن الله طيب الغوشة دي عشرين جرام وواحد وعشرين جرام ايه قصتها الغوشة دي الغوشة دي لا هي صب ولا هي مفرغة دي حاجة جديدة خالص اختراعتها شركة مصر جولد بالحمس اللي فيها دي الغوشة دي طبعا مش عاوز اقول لكم ان هي بالحاجز والطلبات عليها قد ايه من جمالها وحلوتها وقوتها غوشة عشرين جرام وواحد وعشرين جرام واثنين وعشرين جرام اه زي ما انتم شايفينها اهيه حد من المغرب حد من المغرب اهلا بيك اهلا بيك اهل المغرب المغرب الجميلة اه ما زالت المسابقة مستمرة ما زالت المسابقة مستمرة لتعيين اسم الشركة والناس كتيرة بتقول اسم الشركة اه طبعا انتم عارفين مين اول حد هينزل الغوشة دي وهتشوفوها من العراق المنورة المنورة من العراق روعة العراق حبيبي اهل العراق ربنا يبركلك يا رب المغرب والعراق لغاية دلوقتي مش عارف هنرصل فين تاني مفيش حد يا جماعة من امريكا ولا من ايطاليا من تابعنا الناس حبيبنا اللي في امريكا واللي في ايطاليا طيب حد بيقول لي اقل شبكة تعمل ايه اقل شبكة عندنا بتبقى ديبلة ومحبس 3 جرام ونص تقريبا يعني في حدود 3000 جنيه يا جماعة اللي عاوي الشبكة بتلات 3000 جنيه عند القدس المجوهرات الغوشة الجميلة قوي دي الرائعة دي الغوشة دي اللي هي الهندي الهندي قلفت زهران بتقول ماستر جولد انا متبعك من حلوان واخدت تلات اهلا بيك يا فندم وردة الحياة اهلا بيك حامد بيقول ماستر جولد هند آسف بتقول ماستر جولد لوس انجلوس اه معانا حد اهو من لوس انجلوس اهلا بيك نانا من نوس انجلوس اهلا بن حقيقي بتقول امريكا ظهروا هم يا جماعة معانا احنا عندنا زبان كتير جدا من امريكا على فكرة وهتلاقيهم دلوقتي كتير بيطلعوا عبير انت احسن ناس والله يا عبير لغاية دلوقتي مستر جولد مكتسحة من السعودية يا جماعة من السعودية من السعودية يا جماعة من السعودية هي7 معانا من السعودية اهلا بيك بك يا جماعة إحنا دلوقتي عالميين ومعنا كل الدول أهو يعني خدنا أوروبا وخدنا أمريكا وخدنا أسيا في السعودية وإحنا من أفرقيا ومستر جولد من المنوفية يأخيني بالله بتقول أنا من المنوفية أهلا بأهل المنوفية الجمال طيب عرفني الفرق بما أسعى 21 درجة واحدة بnos 20 و 21 الإمارات أبو عمر الخلي من الإمارات أهلا بك المنورة أحب دهابكم الله يبارك لك يا رب الله يبارك لك السويد عاطف من السويد اهلا بيك يا استاذ عاطف منورنا في السويد والله المصريين جمال اوي 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 في كل حتة شايفين الغوشة دي عاملة ازاي شايفين الالوان دي محدش يا جماعة بيعرف يعمل حاجة زي مستر جلد في الغوشة ارجوكو يا جماعة عايزين نوجه تحية جامدة جدا جدا للناس الصنوع المصريين المهرة 13 جرام فردة غوشة اكتر من اي حد تاني ما اقول شي غيرهم متابعة من الاردن اهلا بيكي من الاردن اهلا بيكو اهل الاردن اخوانا وحبايبنا زي ما انتو شايفين يا جماعة 13 جرام فردة الغوشة دي مين يقدر يعمل دي محدش يقدر يعمل دي غير الشركة الرائدة شركة ماستر جلد طيب ايه تاني ايه تاني معنا بعد الغوشة التحف دي دي تحف مش غوشة طبعا التحف دي معانا من بكرة في المعرض ان شاء الله للي حابب يقول عليها طبعا احنا معانا تشكيل خاتم فص معمول مخصوص من شركة ماستر جلد ليكو هخليه اخر حاجة خالص لما خلص الغوش ايه رأيكو تمام اتفضل يا ست الكل تفرجي دي غوشة كويس ماستر جلد ما عندهاش غوشة شعبي كل الغوشة اللي عندها مميزة جدا دي 10 جرام 74 ميلي غوشة 10 جرام و 74 ميلي الغوشة دي زي ما انت شايفة كده فيونكة وليزر اصفر وابيض حز في النص مبطنة و 10 جرام تمام طبعا الغوشة الحمص دي انا ما شفتش في تاريخ عملي في المهنة من سنة 89 لغاية دلوقتي غوشة بالجودة والمتانة دي والقوة والشكل الجميل ده وفي نفس الوقت يعني كنا دايما الغوشة العشرين والتلاتين جرام دي تبقى حاجة كده بلدي قوي ودخينة وبعجر لا ما فيش الكلام ده دلوقتي ما فيش الكلام ده الغوشة دي 20 جرام ووزنها مناسب جدا وحجمها ماهوش كبير طيب معنا الغوشة الجامدة دي برضو اهي شايفينها اهي ايه انفينيتي اسمت الانفينيتي وداخل فيها ابيض ونفس اللون البحريني المميز جدا 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 اللي انتو شايفينه ده اهو شايفينه عامل ازاي انا طفيت الفلاش كده عشان اوضحها لكو اكتر اهو شايفين شايفين لون الغوشة باين اظن اهوه انفينيها اهوه من شبرة قول لي اسمي اسمك اناس انا عارفك يا اناس يا من شبرة اهلا بيك اهلا بيك مدام اناس بحييك او يا مدام اناس زوء جميل انت والله يا جماعة اللي زوءكو احلى بصراحة الحاجات تحفى الناس شبرة احسن ناس اهلا اهلا مدام وفاء ازاي حضرتك ازاي حضرتك الالوان دي مش فصوص يا جماعة الرحيق المختوم الرحيق هي الالوان دي فصوص ولا لون لا ده لون زي المونيكير اللي بيحطوه مثلا ستات في الضوافر او كده ملوش وزن مصرية من ليبيا اهلا باهل ليبيا الجمال شايفين يا جماعة الغوشة عاملة ازاي الغوشة دي يا جماعة كل وزنها على فكرة 15 جرام 15 جرام وهاختم بالشكل الجميل او ده الملون دوت اللي هو عامل عامل زي كان فيه انسيالات ايطالة بتيجي زمان نفس الشكل ده بالظبط موجود مقاس كبير النهاردة معانا مقاس 23 في الحموصة ومعانا شفت كذا مقاس دي الشكل اللي انا في ايدي ده برضو فيه منه 23 اهو ده برضو بتاع مصر بولد وفيه منه 23 وزن 14 جرام 75 ملي عاوز اعرف اسعار حلق اطفال مدور من من 400 جنيه حلق الاطفال من 400 جنيه نص جرام تقريبا حلق الاطفال اللي ابتدى عندنا من 400 جنيه كويس ان فيه فيزا ايوا يا فندم فيه فيزا شايفين يا جماعة ده قريب او يا جماعة هقول لكم على خبر حلو جدا على موضوع فيزا البنك الاهلي هيبقى فيه تعاون كده ان كل اي حاجة هتشتريها من عندنا انتاج شركة ماستر جولد هيبقى فيها تقسيط عن طريق البنك الاهلي قريب لسه يعني الموضوع في تدارس مع البنك بس قريب هيحصل الكلام ده ان شاء الله رب العالمين وهطلع اقوله في لايف كبير اوي واقول شروطه ازاي ونظامه ازاي يعني هيتحلك ان انت لو معاك حساب في البنك الاهلي او عندك فيزا تقدر تشتري بالتقسيط على ستة شهور او زي ما يكون بقى طيب يبقى احنا كده معنا بدينا بالغوايش الجميلة قوي دي اللي هي كانت اتناشر جرام دخلنا على اللي هي التلاتاشر جرام الشكل اللي بعديها بعد كده كان معنا الالكترو فورم بعد كده كان معنا الغواشة الحموسة الجديدة دي خالص بعد كده كان معنا الغوايش اللي هي الهندي الالوان بالتناسق الرائع بتاعتها ده دخلنا على الغوايش التانية اللي هي 10 و 11 جرام هي 9 جرام كمان فيها الخفيفة جدا وبعد كده الغوايش الانفينيتي اللي كانت وزنها 14 ولا 15 جرام 15 جرام واخر حاجة ختمنا بالغوايش الشبيهة الايطالي كل الغوايش دي عيار 21 النهاردة معايا كمان المحبس الريفيرا الرائع انتك شركة مستر جولد وزي ما انتو شايفين يا جماعة هتعرفوا تشوفوا شكل الفص عامل ازاي بتاع مستر جولد غير اي حد تاني محبس الريفيرا محبس الريفيرا اهو محبس الريفيرا الخمس فصوص اهو المحبس ده التقيل 4 جرام 97 ملي بزي ما نشايفين كده بالمنظر الجميل بتاعه ده 4 جرام 97 ملي محبس الريفيرا معانا نفكين منها اشكال تاني كتير معانا كمان المحبس الفص اللي مستر جولد بتتقنها اهي بالطريقة الجميلة دي وعليها اللوجو بتاع شركة مستر جولد اهو محبس الفص دوت المحبس دي وزنها مش تقيل قوي المحبس دي 4 جرام طيب هم عاملين كمان محبس ملونة هوريها لكم اهي المحبس الملونة الجميلة دي محبس ملون الوحبس ده وزنه 2 جرام محبس ملون فص 1 2 جرام انتاج مستر جولد وكمان ده لوجو بيرجع لبفصوصه واللوجو بين قوي اللوجو بين او بتاع شركة مسترجول معمول منها بقى اشكال كتير اشكال يا رب تبقى واضحة بالنسبة لنا اشكال اهي كتير اهي من انمح بس الفاص اهو واضح تشكيلة كبير جدا طبعا موجود انسيالات وموجود كل حاجة الفترة الجاية يا جماعة انتو هتشهدوا انتاج لم يسبق له مثيل من الشركات دي يعني انت لما تلاقي لما نلاقي الدولة بتشجعنا وبتساعدنا على هذا الموقف وزي ما انتو شفتوا كده يعني النهاردة كان اللقاء ممتاز مع رئيس مصلحة الدمغة ومسمر وبناء وطبعا اختيار شركة القدس المتمثلة في شخصي ان انا اروح انا احنا نستلم الجهاز اول حد يكون استلم الجهاز في مصر ده طبعا وسام على صدورنا بتمنحوا الدولة لينا وطبعا شاكرين جدا جدا للثقة الغالية اللي او لاتهنى الدولة ويا رب نكون ادها ودايما نعمل على رفعة الصناعة المصرية والانتاج والفترة الجاية دي جماعة مش محتاجة غير شغل بس محتاجة ان احنا نشتغل كتير اوي 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 عشان نوري الناس قد ايه ان احنا لما نعوز نعمل حاجة بنعمل ولما نعوز نقول احنا مصريين وقد المسئولية فعلا احنا مصريين وقد المسئولية اه كمان موضوع ان احنا يعني بعض فترة موضوع البركوت ده لما ينتشر انت حضرتك دي هتيب حاجة امان لك جدا مفيش حد هيقدر يسرق منك حاجة دهب ويروح يباح ابدا ولا هيعرف يتسرف فيها لانها متسجلة باسمك وغير كده بقى ان بعد فترة كمان ممكن الدولة بقى تعمم زي السيارات زي الكلام ده ان مثلا ايه انت تسرق منك حاجة تروحي معاك الفواتير انا تسرق مني البركوت كذا وكذا وكذا يبقى نازل على الجهاز اللي عندي اللي هو مربوط بمصدحة الدمغة فلو جاني حد يعرضه للبيع انا لازم هبلغ لان القطع دي منبلغ ان هي مسروقة ودي حاجة هتبقى جامدة طبعا الاستاذة علي سعد الدين آسف علي سعيد تاج الدين صراحة يا استاذة علي انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي ونفسي اوي يبقى لها الشرف وتشرفين في المعرض حضرتك من الناس المتابعين المخلصين والجيدين والمؤيدين يعني لافكارنا والمحبين لازواء الدهب اللي بتنزلها فطبعا حضرتك صراحة يعني حد جميل جدا وحد رائع والف شكر ليكي على الكلام الجميل اللي دايما بترفع بيه روحنا المعنوية جدا والكلام ده جماعة هو اللي بيخلينا عاوزين نستمر وفرحانين جدا 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 الاستاذة علي وغيرها من الناس الكتار اوي 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 اللي بيسمعونا كلام حلو مش كلام حلو بالكد بكلام حلو بجد احنا بنقبل النقد وبنقبل ان اي حد لو عنده مشكلة معانا انا تليفون الشخصي هو تليفون الشكاوي لو فتحت الصفحة هتلاقي تليفون الشكاوي وبرد عليه على طول حضرتك عشان انا دايما الموضوع مش بيعو شراء ومكسب وخسارة طبعا ده جانب كبير لو انكرته ابقى كذاب ان احنا طبعا شركة تجارية ولكن الموضوع الاكبر من كده هو انشاء العلاقة الطيبة مع العميل العميل اللي عندنا او المتابع لصفحتنا احنا بنعتبره صديق لينا صديق شخصي بجد انت اللي محترمين يا بيبو بيبو العناني بيقول انت انسان معترم الف شكر لك يا بيبو ربنا يخليك انت كلكم ناس جمال جدا مش انا دايما يقول يا جماعة الناس اللي على صفحتي دول احسن وازوأ واشيك ناس في مصر بجد والله احسن وازوأ واشيك ناس في مصر الناس اللي على صفحتي مش انا بس اللي بقول يا جماعة ده الدولة كمان بتقولي الكلام ده انتوا عارفين الدولة اخترتنا ليه عشان نكون احنا اول حد يطبق البركود لان كلامكم الجميل تعليقاتكم الجميلة تعاملكم معانا هو اللي وصلنا لكده فانتم يا جماعة بينا واحنا بيكم احنا بنحاول نعمل لكم كل حاجة تكون يعني في مستوى الزوء اللي ترضو بيه وانتوا صراحة كلامكم حلو جدا 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 معانا والف شكر ليكم الغوايش الثلاثة جرام قريب جدا انا من نيويورك اهلا بيك اهلا بيك من نيويورك شوفوا يا جماعة المصر في كل حتة جميل في بيع اونلاين قريب والله هسماعكم خبر حلو عن البيع اونلاين احنا فعلا اتعقدنا مع شركة فيديكس وقريب جدا يعني احنا دلوقتي في إطار الاتفاقاء اتفاق على النظام هيبقى ازاي والموضوع هيبقى ازاي بس قريب جدا يا جماعة هتبقوا في بيع اونلاين ان شاء الله رب العالمين يبقى في بيع اونلاين بإذن الله رب العالمين قريب هقول لكم على الموضوع ده تمام اه زي ما قلت لكم انا أحاول في الفترة الجاية اي شغلة جديد اجيبه هو الوقت اللي بيقى مأثر معنا شوية يبقى طالع لايف وتشوفوه ليه بقى عشان دايما حد يبقلك انتنا أساس أبدا والله مش قاصد والله انا قاصد أسعدكم مش أجنينكم معلش يعني قاصد ان انا أطلع لكم حاجات تعجبكم اوي 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 ويا رب يكون قادرين على الكلام ده على كل يوم بدور على الفيديوهات ربنا يخليك يا رب شرف لي يا فاندم والله شرف لي ان انتوا اتبعوني وانا معايا دهب كسر ينفع عاجة غيره طبعا يا ايمان ينفع بس يا ريتي يبقى معاياك الفاتورة مش معنى البنك الاهلي وبنك مصر وحش ابدا يا جماعة بنك الاهلي وبنك مصر كل بنوك مصر حلوة وريب هيبقى فيه عندنا كمان البنك العرب الافريخي فيعني ان شاء الله بإذن الله هنحاول يبقى كل بنوك مصر فيها نفس النظام ده عشان انت تقدري الموظفة اللي كي تعرف بس طبعا ده لسه كله في اطار الدراسة مع البنك اول ما هيخلص هقول لكم على طول بإذن الله رب العالمين الموضوع خلاص اتطبق وهيتطبق على اول حد برضو شركة مصر جول طبعا انا سعيد بكم جدا عاوز اقول حاجة يا جماعة يعني قبل ما اختم ان احنا موعدنا من الساعة واحدة للساعة تمانية ونص ارجوكي 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 يعني انا ببقى زعلان جدا لما حد يجيني الساعة تسعة ونص ويقول لي لا انا جاي لك من بعيد وانا اقول له انا اسف مش قادر اتعامل معاك لان الناس دي يوقف على رجلها من الصبح وكان عندنا ضغط الحمد لله رب العالمين وانا بقول تمانية ونص لان على ما خلص اللي دخل تمانية ونص ده بتبقى عشرة وعشرة دي الموعد اللي حطتها للدولة لقفل محلات الدهب نرجو ان احنا نلتزم بالموضوع ده ومحدش يزعل مننا جماعة لان انا برضو عندي طاقة الناس عندها طاقة اللي بتقف على رجلها هو عشان نفتح واحدة بيبقى هو واقف في قلب المحل من الساعة عشرة الصبح بيرسه وبياخد جرده وبيعمل الكلام ده كله وفاق بتقول لي ربنا يسعدك ربنا يباريك لك يا رب وطبعا كلام جميل جدا مش هعد اقوله بقى عشان ما عشان نشكر في نفسه فبيبقى واقف على رجله من الساعة عشرة الصبح العشرة بالليلة يا جماعة فخلاص هو اشتغل 12 ساعة دي حجم كبير جدا وخاصة ان هو بيشتغل في دهب وبيشتغل في حاجات انت عايز تفراجي وتشوفي وتقلبي فارجو يا جماعة ان محدش يسعل مننا خالص من حتة الموعيد معلش حقكم علينا واللي بييجي مثلا ويرجع عشان بنقوله لا احنا اسفين لو سمحت بعد تمانية ونص ما تجيش عشان نعرف نخدمك انا بقولك اهو لازم نتعود ان في موعيد عشان الدولة حطت موعيد بقى لازم نحترم هذا الامر شاكر ليكم جدا 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 استماعكم لي وشاكر ليكم اكتر اقبالكم على شغلنا وعلى منتجاتنا وانا سعيد جدا ان انا كنت معاكم في اللايب ده واوعدكم ان على طول هطلع لكم العنوان يا جماعة هتلاقوه موجود على الصفحة الصفحة باسم شركة القدس المجوارات عليها كل حاجة موجودة اه طبعا انا ببقى سعيد جدا بس اه مقدرش اتكلم اكتر من كده فان شاء الله باذن الله وعيدكم بكرا ان شاء الله يبقى معنا برضو حلقة جديدة فيها شغل كتير جدا وان شاء الله يعجبكم وإلى لقاء اخر ان شاء الله استودعكم الله الذي لا يتضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة بالمناسبة عيد الحب كل سنة وكل واحدة ست طيبة وكل راجل طيب ان كنت مش قادر تجيب هدية مش لازم تجيب هدية الكلمة الطيبة صدقة خش البيت وقول لمراتك كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي بس كفاية والله لو في ايه الدنيا اعتهدى خالص وتبقى الامور جميلة وبيوتنا كلها تبقى حلوة وجميلة الكلمة الطيبة صدق ومش قادر يا سيدي تجيب هدية دهب يا عمي هات ازبر فان مش قادر تجيب الزبر فان هات وردة مش لازم الموضوع بالنسبة لنا مش مدي مش قادر تجيب حاجة خالص زي ما قلتلك الكلمة الطيبة كفاية وهي هترضى بيها والست المصرية جدعة وطيبة وحنينة وكلمة صغيرة بترضيها وتخليها سعيدة بجد تصدقني كلمة تخليها سعيدة وتخليها كتم في صباحك وبرضو كلمة وحشة تخليها مش طيقة حاجة خالص فارجوك ارجوك ارجوك ايها الراجل المصري تعامل مع السيدة التي في بيتك التي وضعها الله تحت يدك كويس زوجتك يعني كويس تعامل معها برفق بحنان بعطف ارجوك ارجوك الست دي هي اللي كانت أمك وهي اللي هتبقى بنتك وهي اللي هتبقى مراتك وهي أختك كويس وانت راجل يعني احنا عشرين في المية وهم تمانين في المية لازم ندي حق التمانين في المية ارجوك يا جماعة المعاملة في البيوت مع النساء برفق رفقا بالقوارير لو سمعتوا رفقا بالقوارير اذكر نفسي وإياكم بهذا الكلام شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته